اشتركوا في القناة طبعا عرض لأنواع ودرجات من الفحش هذه مصيبة أخرى يعني تخريب أخلاق الناس كأن هؤلاء شياطين القنوات وأتكلم طبعا عن غير القنوات التي تعرض الأشياء الشرعية والأشياء المباحة الشياطين في بعض القنوات لا يرضون أن تصفد شياطين الجن ولا تخرب صيام الناس فهم قد أخذوا على أنفسهم وعلى عواتقهم القيام بمهام شياطين الجن والعمل على تخريب صيام الناس وليش يعني يغارون ليش أنت من الفجر إلى المغرب يعني في طاعة وفي صيام لازم نخرب عليك ونذهب روحانية صيامك وإيمانياتك ونجعلها في الحضيض ونعرض لك مسلسلات إما أنها تلمز في الدين وفي الأحكام وفي أهل الدين وتستهزئ وتسخر منهم أو أنها تعرض قصصا في العلاقة بين الجنسين ومشاهد تخل بالمروءة والأخلاق الإسلامية ثلاثة تشويه التاريخ الإسلامي مثل المسلسلات التي فيها تمثيل الدول الأنبياء مثل ما فعل أعداء الله في مسلسل أن تجو عن يوسف عليه السلام ويوسف بريء منهم والله بريء منهم ومن عملهم وما يفعله أيضا بعض الناس من تمثيل أدوار الصحابة وقد أفتت هيئة كبار العلماء بالمملكة وكذلك مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي بتحريم تمثيل أدوار الصحابة لما في ذلك من التهوين من شأن سيرتهم والتقليل من هيبتهم في النفوس وعدم رعاية حقهم وعدم الامتثال لقول الله تعالى في إعطائهم المنزل التي أنزلهم الله إياها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود فإذن هؤلاء لما يأتي يعني مهما بلغ تقوى الممثل افترض أن قالوا ما رح نجيب لكم ممثل تبع يعني علاقات ما نبغى نجيب لكم ممثل حب وغرام نبغى نجيب لكم ممثل تمثيل نظيف كما يقولون طيب مهما بلغ في مستواه الإيماني هذا لا يمكن أن يصل للصحابة والناس تنظر إلى الصحابة عندئذ من خلال الممثل ثم من الذي يكتب السيناريو وماذا في السيناريو وأنا أجزم لكم أنه في السيناريو وهات إذا ما كان فيه منكرات إضافات ما هي موجودة في حياة الصحابة اختراع إضافات هو كاتب السيناريو لازم يضيف حتى تطلع التمثيلية والمسلسل ما يستطيع يكتفي بما في البداية والنهاية والكثير وتاريخ الإسلام للذهبي وسير أعلام النبلاء والإصابة في تميز الصحابة وأسد الغابة ما يكتفون بكتب العلماء لا بد يضيف من عنده يحشي ويحط أشياء حتى يصير فيها رتوش ويصير فيها حركات ما هي موجودة ألصقت بالصحابة قال لي أحدهم عمرك صفت صحابي يأكل باليسار يقول هذا شفنا تمثيليات عن الصحابة يأكل بالشمال وينظر إلى امرأة ينظر إلى امرأة سحان الله طيب تعاني من سلس البول يا أختنا الكريمة إذا عندك وقت ينقطع فيه البول ينقطع انتظري وتوضع يصلي ما عندك وقت ينقطع مستمر وما في تحكم أبدا ويمكن يعني لو انتظرتي مهما انتظرتي يمكن يجي في أي وقت ولو انتظرتي لينقطع وتوضأتي وصليتي ينزل أثناء الصلاة يعني هذا شيء دائم إذن لا حرج عليك تتوضئين بعد دخول الوقت وتصليين ولا تبالين بما خرج تنظفي وتوضي بعد دخول الوقت توضئي بعد دخول الوقت وصلي ولا تبالين بما خرج يقول يعني صلاة التراويح بين ركعتين في الصلاة عن نبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عن نبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة لكن ما ورد بين الركعات نجهر بالصلاة عليه فهذه بدعة كذلك التسبيح والتكبير بين ركعات التراويح التسبيح والتكبير عبادة عظيمة بعد الصلاة 33 قبل النوم كذلك 33 لكن ما ورد بين التكبيرات تسبيح جماعي وتكبير جماعي فهذه بدعة أيضا أما بالنسبة لقضية السيئات تكتب ولا لا من العلماء من قال إن السيئات تمحى واستدل بآيات للتائب يعني أتبعي السيئة الحسنة تمحها فظاهروا أن السيئات تمحى من صحف الملائكة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وقال بعض من الذنوب لا تمحى من صحائف الأعمال بالتوبة بل لابد أن يوقف عليها صاحبه ويوم القيامة ثم يقال غفرها الله لك كما ورد في الحديث وقال تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فإذا قولاني لأهل العلم في هذه المسألة فالعبد المهم أن يتوب أن يتوب ويستغفر الله عز وجل ثم الله عز وجل إما أن يمحوها القول الآخر تبقى يراها يوم القيامة ويقال سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم أخونا الذي في السجن لا يجوز له القصر وهو يعلم أنه عشر سنوات المحكومية وبالنسبة للإمامة الإمام ثم الرجال في صف ثم النساء في صف والله أعلم وتقبل الله مننا ومنكم وغفر لنا أجمعين نسأل الله أن يتوب علينا وأن يهدينا سبل السلام اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا من عبادك الأخيار الأبرار يا أرحم الراحمين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية سمو مع النسمو يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا